قد أصبتم حظكم ورشدكم ونفسي مع أنفسكم وأهلي وولي مع أهاليكم وأولادكم فلكم بي أسوة وإن لم تفعلوا ونقضتم عهودكم وخلعتم بيعتكم فلعمري ما هي منكم بنكر لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمي والمغرور من اغتر بكم فحظكم أخطأتم ونصيبكم ضيعتم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه وسيغني الله عنكم والسلام ثم طوى الكتاب وختمه ودفعه إلى قيس بن مسهر الصيداوي وساق الحديث كما مر ثم قال ولما بلغ الحسين عليه السلام قتل قيس استعبر باكيا ثم قال اللهم اجعل لنا ولشيعتنا عندك منزلا كريما واجمع بيننا وبينهم في مستقر من رحمتك إنك على كل شيء قدير قال فوثب إلى الحسين عليه السلام رجل من شيعته يقال له هلال بن نافع يقال له هلال بن نافع البجلي فقال يا ابن رسول الله أنت تعلم أن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقدر أن يشرب الناس محبته لم يقدر أن يشرب الناس محبته ولا أن يرجعوا إلى أمره ما أحاب وقد كان منهم منافقون يعدون بالنصر ويضمرون له الغادر يلقونه بأحلى من العسل ويخلفونه بأمر من الحنظل حتى قبضه الله إليه وإن أباك علي الرحمة الله عليه قد كان في مثل ذلك فقوم قد أجمعوا على نصره وقاتلوا معه الناكثين والقاصطين والمارقين حتى أتاه أجله فمضى إلى رحمة الله ورضوانه وأنت اليوم عندنا في مثل تلك الحالة فمن نكث عهده وخلع بيعته فلن يضر إلا نفسه والله مغن عنه فسر بنا راشدا معافا مشرقا إن شئت وإن شئت مغربا فوالله ما أشفقنا من قدر الله ولا كرهنا لقاء ربنا وإنا على نياتنا وبصائرنا نوالي من والاك ونعادي من عاداك ثم وثب إليه برير بن خضير الهمداني فقال والله يا ابن رسول الله لقد من الله بك علينا أن نقاتل بين يديك تقطع فيه أعضاؤنا ثم يكون جدك شفيعنا يوم القيامة بين أيدينا لا أفلح قوم ضيعوا ابن بنت نبيهم أفل لهم غدا ماذا يلاقون ينادون بالويل والثبور في نار جهنم قال فجمع الحسين عليه السلام ولده وإخوته وأهل بيته ثم نظر إليهم فبكى ساعه ثم قال اللهم إنا عترة نبيك محمد وقد أخرجنا وطردنا وأزعجنا عن حرم جدنا وتعدت بنو أمية علينا اللهم فخذنا بحقنا وانصرنا اللهم على القوم الظالمين قال فرحل من موضعه حتى نزل في يوم الأربعاء أو يوم الخميس بكربلاء وذلك في الثانية من المحرم سنة إحدى وستين ثم أقبل على أصحابه فقال عليه السلام الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون ثم قال أهذه كربلاء فقالوا نعم يا ابن رسول الله فقال هذا موضع كرب وبلاء فهنا مناخ ركابنا ومحط رحالنا ومقتل رجالنا ومسفك دمائنا قال فنزل القوم وأقبل الحر حتى نزل حذاء الحسين عليه السلام في ألف فارس ثم كتب إلى ابن زياد يخبره بنزول الحسين بكربلاء وفي رواية أخرى قال الحسين عليه السلام وما اسم هذا المكان قالوا له كربلا قال ذات كرب وبلا ولقد مر أبي بهذا المكان عند مسيره إلى صفين وأنا معه فوقف فسأل عنه فأخبر بإسمه فقال هاهنا محط ركابهم وهاهنا مهراق دمائهم فسئل عن ذلك فقال ثقل لآل بيت محمد صلى الله عليه وآله ينزلون هاهنا شكرا للمشاهدة